سأل الله إليك فضيلة الشيخ يقول السائل ما هو قولكم في من يقول أن في الصحابة غثائية قلنا لكم اتركوا عنها لا أسئلة هذه هذا كلام تافه ولا قيمة له ولا يلتفت إليه الصحابة رضي الله عنهم هم أفضل هذه الأمة بإجماع المسلمين ولا أحد تكلم فيهم ولا أحد تنقصهم إلا منافق أو مبتدع ما يتنقص الصحابة إلا منافق أو مبتدع هذه قاعدة أما أهل السنة والجماعة فيعظمون الصحابة ويقدرونهم ويجلونهم ويترضون عنهم ويحبونهم ويقتدون بهم لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أوصى بهم نبينا صلى الله عليه وسلم فقال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة لو أنفقت مثل جبل أحد ذهب ذهب أحمر خالص ما يعادل مد من الشعير تصدق به الصحابي مد من الشعير أو من التمر تصدق به الصحابي ما يعادله مثل أحد ذهب من غيرهم مثل أحد فأين اللي يتكلم للصحابة رضي الله عنه إلا منافق والمنافقون معلومون أو إنه مبتدع يبغذ الصحابة لأنه مبتدع والصحابة ينهون عن بدعته ويخالفونه في بدعته فهو يبغذ كل من خالفه من الصحابة وغيرهم نعم